ومن الرياضي ينضم إلينا اللواء محمد القبيبان المحلل العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء حسب زعم ميليشي الحوثي فإن الصاروخ المستخدم هو صاروخ كروز هل لدى حضرتك أي معلومات أو تأكدت على الأقل معلومات حول نوع القضيف المستخدمة لحد الآن يا أهلا وسهلا فيك سادة المشاهدين يعني أنا أعتقد أنه خلينا نأخذ رواية السيد المالكي بأنه صاروخ أو خلينا نقول مقذوف تم تزويد الحوثيين وهذا يعني أنا برأي برأي الشخصي أنه هذا النوع من المقذوفات يعني لا يستطيع الحوثي صنعه زي ما يدعي ولا يستطيع يعيد حتى بناءه ولا يعاد تأهيل هذا النوع من الصواريخ أو المقذوفات فهذا دليل واضح على أنه يعني لازال أنه هناك دعم مستمر من قبل إيران لهذه الجماعات الحوثية وهذا النوع من الأسلحة فيه برأي الشخصي لاستهداف مناطق مدنية ومناطق ماهولة بالسكان ومناطق حيوية ليس لها أي علاقة في حرف هذا هو خرق للقوانين والأعراف الدولية حسب نقطة الأخرى يعني حضرتك كنت متابعة معنا أكيد القمم العربية وأكد خادم الحرمين الشريفين في القمة الخليجية والعربية والإسلامية بأنه سوف يتم محاربة الأرهاب وكذلك يعني أوضح للمجتمع الدولي بأنه إيران لازالت هي الدعم الرئيس لأذرعها في المنطقة ومنها الحوثيين وها هو الآن الحوثي ينفذ تهديد ويطلق هذا النوع من المقذوفات على المدنيين وعلى المرافق المدنية بصورة عامة نحن أمام تحدي واضح نحن أمام يعني هناك تعنت من قبل هذه الجماعة يعني اليوم باستهدافها للمدنيين 26 شخص ولله الحمد يعني أنه لم يكن هناك حالة وفيات ونقول الحمد لله على السلامة للجميع ولكن أنا برأيي أنه هذا النوع من التهديد وهذا النوع من التحدي هو تحدي للمجتمع الدولي طيب سيدة اللواء اسمح لي سيد قوتيرش يعني هذا المقذوف كما فهمت من حضرتك هو نوع متطور من القذائف ليس للحوثيين علم مباشر بتصنيع على الأقل هناك دعم واضح إذن من إيران حسب ما فهمت من حضرتك لاستخدام الحوثيين لهذه المقذوفات لكن سؤالي هو كيف ستتعاملون الآن مع هذا تطور النوعي إذن في استهداف المدنيين داخل السعودية وهذه نقطة مهمة كيفية التعامل مع هذا النوع من التهديدات لأنه نحن 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 لا نتكلم عن أنه اليوم التهديد حاصل قبل كم يوم حاصل في مطار جازان قبلها بفترة تم استهداف منصات ومضخات نفط يعني تهم الاقتصاد العالمي الأدهى والأمر تم اطلاق صواريخ بعيدة المدى في وقت العمرة على تجاه مكة وتم التعامل معها وكذلك أيضا من استهداف السفن الأماراتية في المياه الاقتصادية الإقليمية للأمارات هذه نقطة كيفية التعامل مع هذه الجماعة أنا برأيي أن العملية السياسية الآن لابد من إعادة تقييمة تكلمنا اخترشة كثير عن موضوع العملية السياسية يعني لما تحدث فخامة الرئيس وطلب باستبدال المبعوث الأممي وقام سيد كوتيرش وذكر بأن المبعوث الأممي يتمتع بالنزاهة وهو يقوم بواجبه على أكمل وجه ولم يكن أي نوع من الحيادية بهذا النوع من العمليات الجرامية أنا أتوقع أن الأمم المتحدة الآن أو خلينا نقول لك مجلس الأمن يعني يكون هناك له كلمة كبيرة فيما يخص هذه الجماعة المجرمة الآن استهداف مطار مدني ليس له أي علاقة بالحرب فهي العملية السياسية أول ما يجب أن يتم التعامل معها وإعادة الرذم هذا في الشق السياسي لكن الكل يتحدث الآن ربما عن مهية الرد التحالف العربي قال أن هذا الموضوع لن يمر بدون رد كيف نتوقع الرد إذن؟ شوفي يعني هناك عمليات عسكرية مستمرة فيما يخص يعني تدمير الورش تدمير الأماكن التي يكون فيها تجميع السلاح تدمير غرف العمليات وإلى آخر ولن تكون كردة فعل بمعنى أنه عملية انتقامية كردة فعل لا هناك يعني تقييم للوضع لا بد من يتم تقييم الوضع نحن لدينا تحديات أن الحوثي وجماعته مستوطنين داخل المدنيين مستوطنين داخل المستشفيات يتم القيام أو التخطيط لهذا العمليات من جوه مناطق مدنية لذلك برأيينا الشخصي أنه لا بد من تقييم الموقف وأتأكد مرة أخرى بأنه يتم استهداف هذا النوع من المخازن للأسلحة ولا ليست القضية أنه فعل وردة فعل لا يعني أنا أعتقد أنه قيادة التحالف أوعى من هذا الموضوع وسبقا يعني قام الحوثي ليس المرة الأولى ويتم استهداف ولكن نرجع نقطة المالكي أنه لا بد من إعادة تقييم الموقف العسكري واستهداف المواقع التي يتوقع أن يتم تخزين هذا النوع من الأسلحة وأيضا كذلك مراقبة الحدود أكثر لأنه على فكرة التي كنت أتكلم عنها هي قوانين الاشتباك قوانين الاشتباك هذه أنا برأيي مع السفينة صافيز التي وجودها في البحر الأحمر وهي مخطط رئيس لهذا النوع من العمليات بالرغم أنه تم التعامل معهم قبل فترة بعملية إنسانية عندما تم إجلاء أحد الإيرانيين عندما تعرضوا لوحكة صحية ولكن أنا برأيي أن هذه السفينة هي مصدر الشر وهي مصدر الخطر في وجودها في البحر الأحمر لذلك قوانين الاشتباك لا بد أن يعاد تقييمها حتى يتم التقليل من هذا النوع من المخاطر شكرا جزيلا لانضمامك معنا سيدة الواء محمد القبيبان المحلل العسكري والاستراتيجي حدثنا مباشرة من الرياض شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم